هل الفطار في مكتونلز؟ للأغنية بس؟ أعرف أن الفطار تفكر معلّم القشرة بنيك يوّا بينا تعالي سلاح سؤال بسؤال هاي في الفيديو ده عايزين نقف الملاتش مكتونلز فهنتكلم عن الفطار والسقنر الجديد للأبليكيشن وهنجاوب على سؤال كل من الناس عايزة تعرفه ماشي لو أنت متعرفش فالساعة السابعة الصبح أول ما تقيك بيداً ماجس ساعتها بيكرر أنه يماشي المينيو اللي كلنا عارفينه وينزل بمينيو الفطار لحد الساعة 11 فهندخل نفطر ومعايا في منشي العرب ويوّا فتح لي الباب يا خبيع حوائي وفي الوقت اللي فيه مكتونة لافل بـ 22 جنين والـ 99 قرش نحن نطلبه بـ 9 جنين وده عن طريق الأبليكيشن فأكيد أنت تفرجت على الفيديو اللي قبل كده بتاع هال ماجدونلز للأغنية بس وفهمت فكرة الأبليكيشن فإلى هناك هنفتح الأبليكيشن وندخل على العروض اللي مستنينا وندخل على الديل ده وهو أن الدرينك بتاعك هيكون ببلاس سواء أورنج جوز أو قهوة لما تطلب معاه أي ساندويتش وهنا هنطلب ماك فلافل والحساب هيكون 9 جنين حق الماك فلافل بس ولو طلبت ماك موفن بالبيض هيكون الحساب 18 جنيه وهكذا والكاشير هياخد منك الموبايل عشان يعمل بي سكان على الجهاز الجديد الخاص بالأبليكيشن وده هيخلينا للأسف بعد كده لما نعمل ريتل خدمة وناخد الصنديي المجاني نخليه معنا عشان مش ينفع ناخده غير المرة اللي بعدها مع أي كومبو ولازم نطلب الصنديي مع الأوردر المهم كالعادة هتاخد رقم وتحطه على أي طراب إذا تعجبك والأكل هيجي لك لحد عندك وبصراحة الفضول كان قتلني وكت عايز عرب بيعملوها إزاي لحد ما عرفت موسيقى ايه ده بقى؟ ده عبارة عن صندياتش طعمية عادي جدا بس مع أول أطمق هتحس انه عادي برده حد ما توصل للسوس اللي هو الطحينة عادي بس ما ينفعش أقول عليها طحينة بصراحة عشان ده شيء جامل جدا وفعلا ماكفى لاثل من أجمع الحاجات اللي في الفطار وبالنسبة للدرينك هو هصير بورطوان فرش جدا بس مش هيجبك برده عشان معلو السكر فهروح هات سكر وحطه وقلبه بغشرة بيضبط معك وملاوان شاب بقى ان ايه ده وديه حاجة ما تشبعك جول جيت لقضرة كمالا ممكن تجيبي تديلي التاني زي ممدوح مات موفين و مات فلافل و أورنجوز باربعة و تراتين جليل بعد ما زلت الفيديو اللي فيها أول ما جيت هنا في حاجة الناس بمسترام المدير العديد يسوع صاندول اعرفني وتصورنا مع بعض وخلاص مش عفيت وابير تاني جليل وسعيته سؤال كلنا عايزين نعرف كده للناس لحد دلوقتي بعد ما ماك بقى شامل للضريبة المضافة لسه الناس بتشوف سعر وبتدفع سعر تاني ممكن بس يكون في خطأ في التوجيح في المينو المينو أصلا بطلعته ببقى عندنا في ريجلر مينو 3 الأسعار كلها بتبقى واحدة من الصاندولش كلها بتبقى كومبو ريجلر نعم بيبقى فيه رقم صغير تحت الصاندولش يقولك مثلا لو ضفت خمسة جنيه او ستة جنيه سبعة جنيه ده بيحول من ريجلر لميديم لما لو كومبو بيتحول من ريجلر او ميديم او لرج صاندويتش بيكبر لا او صاندويتش واحد والفراز والكلها هما بس اللي بيكبروا البيج ماجل بيبدأ من خمسة واربعين جنيه اللي هو يعني العاملة يدفع خمسة واربعين جنيه بس مش يدفع جنيه زيادة لما بيضيف اكتر خمسة جنيه او سبعة جنيه كومبو ميديم بيضيف عشرة جنيه او كومبو لرج يعني اعطاك ان الكمبو لرج بستين جنيه او بواحد وستين جنيه تمام يعني هي اللغبطة ان اهو بيشوف بالريجلر بعد كده بيطلب ميديم او لرج تبقيتها فلوس اكتر الزبط لكن الاسعار هي شاملة ضريبة وما مفيش اي فلوس زيادة عليها شكرا بس اكتر تحتام انا بس حبيت او ريكو انكم تدر تعملوا اللي انتو عايزينو ومفيش حاجة اسمقل الاغنية بس حتى الفطار اشوفكم الفيديو الجاي هب هب هب